كاين تاني فيلم مشهور مشهور كثير اللي هو معركة الجزائر لابا تايدالجي اكزاكت مااني نهضر عليه لابا تايدالجي انا نهضر عليه بحبيش نحراق القاسم ونحراق ينفو حتا تلحق له بس كلاباني راك جاي له لابا تايدالجي نكاشف ناني ما شافوش منعودوه دايما من كل ما نشوفوه ندخله في الأحداث و تخيلي و قد ما شفناه دي تعودت عزب نفس الشعور هذا هو العمل السينمائي كما نقوله المتقن من كل الجوانب و ترى الأحداث و السيناريو و التسلسل للأحداث عندما تفرجه بعد تعاود تفرجه لابا تايدالجي ما شرحه يسره و لكن خلاص تنساي بلاليا كم تفرجه و تعاود تفرجه من جديد و يحكمك ستلاس و بعد تدخلي في الأحداث نفس الشعور كل مرة نعودوه نشوف لابا تايدالجي هذا الزعاف هذا الزعاف هذا الاخترى نحسو بها الافتخار في كل مرة نعودوه لابا تايدالجي أكيد أكيد صحة على باكي بللي هو فيلم معركة الجزائر لابا تايدالجي خرج في 1966 و كان إنتاج جزائري إيطاري داك والذي أثير كما نقوله اختير ثلاث مرات لنيل جائزة الأوسكار في هوليوود لأحسن فيلم أجنبي ثم فاز بجائزة الأسد الذهبي عام 1966 في مهرجان البندقية كائن معلومة أنا بحثت على بيدي كثير من الناس لا يعرفوه حول هذا الفيلد أنه منع أكثر من 40 عام لا يعرش في فرنسا من صدوره مونيعة 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 لا يعرش في السينما لفرنسا أكثر من 40 عام عليه لأنه يبين الطبيعة والحقيقة لفرنسا و ما تدير في هذا الوقت وحشية فرنسا كذلك فرنسا منعاتوا أكثر من 40 عام من العرض في دور السينما الفرنسية خوفا من رد الفعل الجمهور الفرنسي أو رد الفعل الجمهور الأوروبي لأن فرنسا كان فيها أكثر من 40 عام بعد أن القضية ماتت وتبدلوا النظام في فرنسا وتبدلوا النظام العالمي وتغيرتوا خلا وهي فوت لأنه خلاص فاتت أكثر من 40 عام 40 عام من مدة كبيرة بالك نظر من أكثر الأفلام التي منعتها في التاريخ السينما العالمية التي منعتها لكي لا تعرضتها هذه معلومة لكي تعرفوا فرنسا لكي تخاف وثاني لكي نفسهم أن السينما أو الصناعة السينمائية أو الصناعة السينماتوغرافية شيء مهم لأي بلاد لأننا الآن نعيش في هنيفين لا يوجد سينما كما نقول تحاكي الواقع الجزائري أو سينما التي تعطي صورة على الجزائر صورة رائعة أو في العالم لا يوجد للأسف ولكن لكي ترى لكي دولة كما فرنسا تملع فيلم سينمائي من العرض مدة أربعين عام شغلها قوي بزاف السينما لديها لأسئلة قوية لذلك سوف نعود ونعود للمكانتها الطبيعية كما كانت في البدايات الإستقرال الجزائري فيلم سينمائي هليو بوليس قاسم جعفر جعفر قاسم شاركت فيه سهيلة معلم وشاركت فيه كبار الفنانين سينمائي